موسيقى وزير المياه والصرف الصحي يؤدي زيارة تفقدية لروسو للوقوف على حالة الصرف الصحي ويوصي بمواصلة العمل لشفط مياه الأمطار وزير التشغيل والشباب والرياضة يعلن من لبراكنا يطلق استراتيجية مهمة لتشغيل تضع في أولوياتها الشباب الأكثرها الشاشة موسيقى وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بكوفيد 19 وشفاء 18 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى تفاصيل هذه النشرة التي نسعد بتقديمها لكم محمد أمين عبد الودود أعزاء عبدهاشم تصحبنا بلغة الإشارة عائشة علي إلى التفاصيل حيث ودى وزير المياه والصرف الصحي زيارة تفقدية لمدينة روسو عقب مياه الأمطار التي تسببت في تشكل براك ومستنقعات أثرت على أنشطة الساكنة في المدينة الوزير تفقد كذلك وضعية شبكة الصرف الصحي كما اطلع على مستوى أداء الشبكة خصوصا فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار خارج المدينة الزيارة الميدانية التي قام بها وزير المياه والصرف الصحي بدأت بوقوف الوزير رفقة والي الولاية مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم وعمدة بلدية روسو بمبو الدرامان وعدد من القادة الأمنيين في الولاية على المحطة رقم واحد لتجميع وصرف مياه الأمطار التي يتم تفرغها في النهر وقد ترك الوزير خلال هذه الوقفة شروحا من القائمين على المكتب الوطني للصرف الصحي لدور هذه المحطة وقوة الضخ التي تتميز بها وخلال زيارة تجول الوزير داخل أحياء روسو لمعاينة بعض نقاط قنوات الصرف الصحي في المدينة وأكد وجود خطة مستقبلية يعكف القطاع عليها للحد من تأثيرات الأمطار على المدينة في المستقبل كما تعلمون مدينة روسو جاتها هذا العام تساقطات مطارية مهمة وذلك طبعا شي مفيد بالمطار مهم للزراعة ومهم للتنمية الحيوانية وما يقدروا يكون شي نحمد ومولانا عليه لكن للأسف تعرضت المدينة الغمر بالمياه نتيجة تردي منظومة الصرف الصحي فيها وبعض النواقص صخرة الفنية اللي فيها وبقينا نجي هون شخصيا اليوم نطلع بشكل مباشر على الوضعية مزال لما موجود نقدو احنا كاملين لأطراف المعنية يشكل عندنا رؤية الحل المستديم للقضية إن شاء الله طبعا اللي نقدن طمئن به المواطنين هذه المدينة اللي هي بوابة موريتانيا على الجوار من الناحية الجنوبية واللي احنا مهم عندنا على أنها تبدو منظر لائق دائما لأنها هي أول نقطة في بلادنا يشوفها لأجانب الداخلين من الحدود الجنوبية على أن متباركين نسعوا في حلول مستديمة عن ما تتكرر هذه الوضعية إن شاء الله في السنة القادمة طبعا فم جملة من الترتيبات الفنية إدارية تم القيام بها من طرف القطاع والتعاون مع السلطات الإدارية والبلدية في المدينة كما اطلع الوزير على سير عملية تنظيف مجاري شبكة الصرف الصحي في المدينة وبعض نقاط شفط المياه بالصهاريج واختتم وزير المياه والصرف الصحي زيارة التفقد هذه بالوقوف على أماكن تزويد مدينة رسو بمياه الشرب للاطلاع على حقيقة الشائعات التي راجت في الأسابيع الماضية بشأن تلوث المياه حيث أعطى تعليماته بالعمل على تحسين خدمات مياه الشرب في المدينة محمد الميل هذه قناة الموريتانية مدينة رسو أعلن وزير التشغيل والشباب والرياضة أن اقطاعه يعتزم وضع استراتيجية هامة ترسم في أولوياتها التشغيل بشكل عام وللشباب الأكثر هشاشة بشكل خاص جاء ذلك خلال كلمة لسيد الوزير على هامش زيارة تفقدية أدها لمقاطعات بوغي بابين بان بولاية البراكنا شكلت مقاطعة بوغي المحطة الأولى من برنامج زيارة وزير التشغيل والشباب ورياضة داخل ولاية البراكنا وفي قاعة الاجتماعات بثانوية التكوين المهني عقد السيد الوزير اجتماعا بالجمعيات الشبابية في المقاطعة حضرت السلطات الإدارية بالولاية وخصص لتدارس وضعية الشباب في بوغي وإطلاعه على برامج الحكومة في مجال التشغيل وإشراك الشباب في عملية البناء والتنمية الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو أني نتواصل معكم نصنت لكم فيما يتألق ذلك لله نقدر نحسنه من أداء وزارة التشغيل لشباب ورياضة نختار نقول لكم أنه فيه يصم الخبر المهم حتى للشباب فيما يتألق التشغيل ما هو للشباب واحد يقال المواطنين مرتن كاملين ذلك يقال للتشغيل وبالأخص تشغيل الشباب عنده اهتمام كبير وخلال إن شاء الله الأشهر القليلة الجاية دور شوفه متحسن لا يخلق بإذن الله نحنا كيف تعرفوا فتنا تلاصلنا مبادرات فيها مبادرة مشروع مستقبلين نعرف أن بوغي ما جابت النصيب اللي يالله تجبر ونحنا جبرنا يوصل من الانتقادات وفي الحقيقة نتبار كلما نحسن ذلك الوضعية ونختار نقول لكم أن نصيب بوغي وولاية براكنا بطريقة عامة وحتى التجمعات القراوية والبلديات الريفية ندور نرفع من عدد المستفيدين منها هذا ما قلتوا خلال زيارات اللي قمت فيها في الولايات الأخرين إذن نختار نطمع لكم أنه لا يتقلق مشروعي واستقبلي هذه المبادرة اللي قبضنا تجاه الشباب عندهم مشاريع واللي دورهم تمويلات ميسرة واللي دورهم التكوين لأنه إن شاء الله له نرفعه من عددهم وللبركنا سيد مربيه ربو البنان العابدين رحب بالوفد الزاير واستعرض اهتمام الدولة بترقية شباب ودعمه حتى يكون شريكا حقيقيا يعول عليه في تغيير العقليات والنهوض بالمجتمع وفي مقاطعة بابا بي كان وزير التشغيل وشباب ورياضة على موعد مع شباب المقاطعة للاستماعي لاقتراحاتهم وآرائهم حول تطوير آليات إشراك الشباب وقد كان اللقاء فرصة لسيد الوزير لتقديم عرض حول استراتيجية القطاع في مجال التشغيل وترقية شباب مقاطعة بان الحدودية كانت المحطة الأخيرة من هذه الزيارة حيث التقى وزير التشغيل وشباب ورياضة بموثل الروابط والجمعيات الشبابية ودعاهم إلى العمل على دعم جهود الدولة ومواكبتها في مجال التثقيف والتوعية في هذه المقاطعة الحدودية مستعرضا جوالب من المبادرات الخاصة بالتشغيل التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية الاجتماعات الثلاثة كانت مناسبة للشباب للحديث عن اهتماماته وشقالاته وعبر المتدخلون عن استعدادهم لمسايرة برامج الحكومة الموجهة لمكافحة البطالة وتحسين واقع الشباب محمد علي السالك لقناة الموريتانية ولاية البراكنا صدق مجلس الوزراء مؤخرا على إطلاق مسابقة لنيل جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفاهم المتوني المحضرية في وقت لاحق أعلن قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن المسابقة ستنطلق في شهر صفر الجاري تتل الجائزة تشجيعا ودعما للمحضريين وحفظا للخصوصية الشنقاطية وإعادة للألق الثقافي والإشعاع الحضاري لبلادنا نتج بالأساس عن التبحر في العلوم الشرعية واللغوية تذمينا للدور العلمي والثقافي البارز الذي لعبته المحضرة الموريتانية على مر العصور أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي عن إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحضرية كتشجيعا مباشر للمحضرة وروادها في مختلف ربوع البلد وتسعى الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى إعادة الألق الثقافي والإشعاع الحضاري لبلادنا الناتج بالأساس عن التبحر في العلوم الشرعية واللغوية وستختار اللجنة المشرفة على المسابقة خمسة وأربعين متسابقا من بين المتقدمين وستخصص لكل ولاية زلاذة مقاعد يتنافس عليها المشاركون من نفس الولاية وسيحصل الفائز الأول في هذه المسابقة على خمسة ملايين أوقي قديمة والثاني على أربعة ملايين والثالث على زلاذة ملايين أما البقية الآخرون سيحصل كل واحد منهم على زلاذ مئة ألف أوقي قديمة وستشمل هذه المسابقة المتونة المحضرية التي تدرس في كبريات المحاضر بالبلد كالقرآن وعلومه والفقه وأصوله والحديث وعلومه والسيرة النبوية واللغة العربية وعلومها والمنطق والبيان وتأتي هذه الخطوة التي لاقت ترحابا واسعا من طرف كافة أطياف الشعب ضمن المساعر الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للبلد المتمثلة في المحضرة التي شكلت مؤسسات تعليمية مفتوحة ظلت تنشر المعارف العربية والإسلامية في ربوع الصحراء مشكلة بذلك معين لا ينضب ينهل منه الباحثون عن شتى أصناف المعارف ورغم قساوة ظروف التي رافقت مسيرة المحضرة فقد ظل العلماء الشناقطة مرابطين تحت الخيام وفي قلب الصحراء يدرسون الطلاب مختلف علوم اللغة والشريعة الإسلامية وعلى مدى قرون من الزمن وحتى اليوم شكلت المحضرة صرحا حضاريا ساهم بشكل كبير في تحريك الوتيرة الثقافية في المنطقة ومركزا للثقافة في صحاري موريتانيا ميز النظام التعليمي في البلد وأنجز ما لم تنجزه أهم المدارس والجامعات الإسلامية وخرج أجيالا صالوا وجالوا في أسقاع العالم وبثوا علمهم وتصدروا مجالس الأدب ومراكز الفتوى والقضاء في عدة أقطار عربية وبالإضافة إلى دورها الكبير في نشر العلم فإنها أيضا دافعت بشكل كبير عن هوية البلاد وظلت تحافظ على انسجام مكونات المجتمع ولقرون طويلة ظلت المحضرة تلعب أدوارا متعددة منها ما هو تربوي وثقافي واجتماعي ليس فقط في موريتانيا وإنما امتد إشعاؤها المعرفي ومنهجها التربوي إلى دول عربية وأفريقية وإلى يومنا هذا ما تزال المحضرة تحافظ على ألقها وتمارس أدوارها في المدن والبوادي والأرياف رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها ويتوقع أن تكون جائزة رئيس الجمهورية بوصفها محفزا رمزيا لطلبة المحاضر أن تساهم في دعم القدرات المحضرية والدفع بعجلة مسار التعليم المحضري إلى الأمام لتأثير الضوية أكثر على هذه الجائزة ودوارها نستطيع لكم مباشرة سيد عبد السالم والبوبة المكلف مهمة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصري أهلا بكم ضيفنا الكريم هل من تفاصيل أكثر حول هذه الجائزة التي أعلن عنها وماذا عن الشروط المشاركة فيها مرحبا أهلا وسهلا جزاكم الله خيرا على الدعوة الكريمة لإتاحة الفرصة للتفصيل أكثر نعم أبدأ من آخر السؤال الشروط بالنسبة لهذه الجائزة هي أولا أن لا يتجاوز الطالب أو المشارك أن لا يتجاوز خمسة وأربعين سنة وأن تكون عنده في طاقة تعريف هو أربع صور فقط هذه هي الشروط وهي مؤسرة جدا ثم بعد ذلك هو حص لما في الصدور بعد ذلك المطلوب هو أيضا كالتالي بالنسبة لتفاصيل المواد التي سيمتحن فيها المتسابقون المواد هي خمس مواد هناك المادة الأولى القرآن الكريم وعلومه سؤال مثلا في النص حفظ النص على خمس نقاب ثم مراعاة الرسم على نقطتين تفسير مثلا كذلك على ست نقاط أنواع التفسير أنواع التفسير والمقصود بأنواع التفسير أن هناك من التفسير للقرآن الكريم ما هو من المفسير من اعتنى بالحديث فقط ومن من اعتنى بالحديث مع المسائل الفقية ومن من اعتنى بالحديث مع اللغة كالزمخشري مثلا والحديث كالأحافظ ضيف الكريم نسأل هل من دور لهذه المسابقة فيما يتعلق بتكريس مفهوم حفظ المتون والحفاظ على الدور التاريخي الذي لعبه شناقط قديما في نشر الإسلام وثقافته في شتى ربع مطقا نعم هذا هو الهدف الذي أنشئت من أجله أنشئت المسابقة من أجل المحافظة على ألق المحظرة الموريتانية وعلى تحفيز الناشئة والشباب اليوم على العناية بحفظ المتون وعلى الرجوع إلى الأصول التي كان عليها الأقدمون من الأجيال القادمة كما قال الأخ صاحب التقرير عبر العصور الماضية من العناية بالتعليم الشرعي واللغوي لأن الإنسان العاقل إنما يعتني بدرهم معاش أو حسنة معاد فمن كان يريد الآخرة فإن هذه العلوم الشرعية التي لا قوامل الدين بدونها وهي التي تحفظ على الإنسان دينه وهي التفقه الدين نفهم نفهم لكن من ناحية أخرى ما الضمانات التي يقدمها القطاع بخصوص مدى شفافية هذه المسابقة في جميع مراحلها نعم القطاع الشؤون الإسلامية يشرف على هذه المسابقة وهذه المسابقة ستنظم عن طريق لجنة علمية مبرزة من أنثل علماء هذا البلد وسيدعى كذلك حتى قضاءات والمحامين والمجتمع المدني سيشرح الكل في الرقابة على هذه المسابقة من أجل ضمان الشفافية والوزارة والسيد الوزير شخصيا إنما يعملون فقط على تنفيذ أوامر السيد الرئيس الجمهورية بإنشاء هذه الجائزة وكل الضمانات التي تضمن الشفافية ستتخذها الوزارة إن شاء الله في الوقت المناسب إن شاء الله سيد عبد السالم والبوبا المكلف مهمة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي شكرا لك على هذه التوضيحات أصدرت وزارة الداخلية والمركزية بيانا أكدت فيه مضي القطاع قدما في اتجاه تطبيق القانون بكل صرامة مع الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها القانون وبحسب البيان فإن الوزارة ستسهر دون كلل بمنتهى الحزم على أمن وسلامة المواطنين وحبالة الحريات الفردية والجماعية وخلق مناخ أكثر سلاما ووئاما يتيح مشاركة أكبر لكافة أبناء الوطن في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني شرعت الحكومة في العمل على تكريس وترصيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة وذلك بهدف حماية الحريات الفردية والجماعية وخلق مناخ أكثر سلاما ووئاما يتيح مشاركة أكبر لكافة أبناء الوطن تدخل هذه العناية بترقية دولة القانون في إطار برنامج إصلاحي شامل ينطلق من تحديث تشريعاتنا بغية تكييفها مع متطلبات ممارسة ديمقراطية حديثة منسجمة مع قيمنا الأصيلة وصولا إلى تقوية المؤسسات العمومية وتكريس فصل السلطات وضمان تعاونها في ظل التقييد التام بأحكام الدستور والقانون والتزاماتنا الدولية في هذا الإطار تطلع الأجهزة المكلفة بالأمن العمومي بدور محوري في صيانة الحقوق وفرض الواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين فضلا عن دورها في حماية النظام العام والأخلاق الحميدة وهنا ينبغي التذكير أن دولة القانون القائمة على مبدأ الحكم الرشيد تقتضي من الجميع مؤسسات وأفرادا وبدون استثناء الانصياح للقانون والتقيد بأحكامه في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية بعيدا عن أي تعسف أو تمييز وبهذا وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة ضمن هذا السياق الجديد تلتزم المصالح العمومية خاصة تلك التابعة منها لوزارة الداخلية واللمركزية بالعمل بكل حزم أكثر من أي وقت مضى على أن يحظى جميع المواطنين بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون وفي الوقت نفسه وضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محابات أو امتياز ولن يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون ولا يمكن اعتبار أحد فوق القانون إن تطبيق القانون سيتم بكل صرامة لكن في إطار الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها وهنا نذكر أن ذلك هو التوجه الذي ستسهر وزارة الداخلية واللمركزية دون كلل وبمتهى الحزم على تجسيده من خلال تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الحريات وصيانة النظام العام الجمهوري وتكريس سلطة الدولة انسجاماً مع البرنامج الاستراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية الهدف إلى إخراج بلدنا من دائرة التخلف وضمان عصرنته على مختلف المستويات في جو من السلم والمساواة والوئام الوطني والاجتماعي يواصل قطاع التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح استعداداته تحضير الامتحانات شهادة ختم الدروس الأدادية على عموم التراب الوطني ويؤكد القائمون على العملية التربوية أن الجهات المعنية وفرت كل الإجراءات الضرورية التي ستمكن الممتحانين من المشاركة في ظروف آمنة أيام وتبدأ امتحانات ختم الدروس الإعدادية في ظل سنة تميزت بظروف استثنائية مما أدى إلى توقيف الدراسة لمدة أشهر لتستأنف من جديد وذلك في فترة لم تكن كافية لإكمال المقرر الدراسي وفق التلاميذ الذين يشكوا بعضهم عدم منحهم الوقت الكافي لخوض الامتحانات المقبلة جهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لخوض الامتحانات في جو ترى أنه مناسب مؤكدة جاهزيتها واستعدادها لجميع الحالات الطارئة خاصة المرتبطة بموسم الأمطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام لتحضير الامتحانات الوطنية بشكل عام وامتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية بشكل خاص التي هي على الأبواب هذه الشهادة مترشحة لها 68 ألف تقريبا مترشح موزعين على 296 مركز كلها في الداخل إلا واحد في بنجول نعلم أن الامتحانات الوطنية هذا العام جاءت في ظرف مميز يطبعه تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات فصل الخريف وما رافقها من أمطار في كل الحالات الوزارة كانت جاهزة واتخذت كل الإجراءات الضرورية يعني لتصدي لهذين الظرفين بالنسبة لظروف الصحية كانت قد اجتهدت على تطبيق البروتوكول الصحي المنظم بين وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ووزارة الصحة ووزارة الداخلية سنة دراسية استثنائية مرت على التلاميذ هذا العام ويأملون في ختامها أن تكلل جهودهم بالنجاح وأن تكون نهايتها خير بداية للعام الدراسي الجديد أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي تسجيلة 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 والشفاء 18 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكدت الوزارة أن مصالحها الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 200 وفحصين بينها 18 فحصا للمتابعة فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن 7457 إصابة شفية منها 7070 حالا تقع مقاطعة جروة تابعة لولاية الإصابة في موقع استراتيجي على طريق الأمل جعل منها محطة تبادل تجاري حيوية خاصة في ظل وجود جاليات من أبنائها من أبناء هذه المدينة تعمل خارج الوطن وتستذمر داخل المدينة هذا الواقع نجمت عنه كثافة سكانية ونبو عمراني وتجاري خلق حالة من الإزدحام المروري وسط غياب مخطط عمراني شامل لمدينة تنمو بالتراد بموقعها الجغرافي الحيوي الذي يتوسط البلاد على طريق الأمل تمكنت مقاطعة جيرو من أن تصبح قطبا تجاريا مهما غير أن غياب التخطيط العمراني وعشوائية البناء جعلها تضيق على أهلها الذين يرون في إعادة تأهيل المدينة ضرورة يجب العمل عليها أمكننا الثنين واحد المقاطعة الأولى شور مقاطعة هكو شور لدارها هكو وقديمة وتخطيطها لا بأس به ما قد نتأكد ما قد نقول لك عنها كاملة مخطط تخطيط عمراني حقيقي ولكن شيئا ما هنبعد شيء معقول فيها طرق ما خاص الشيء والمقاطعة الليلة كرافور ما بات ما فيه تخطيط عمراني أسوه شنه الزحام ثم طرعوا فيها ما ينقلكم فيه شيء ولنبدي والشوارع هون ما فيهم تخطيط أسوه شنه هذه المقاطعة خالية من التخطيط فيها نوع من ينقال له القصة معلنا ما تقدي يوخل حد من زر من شوارعها وفاصلهم طالبين من هنا من برق لأن الدولة تعطينا عناد ستة قالوا التخطيط تقدمنا فيه مقاطعة كبيرة ومترامجة الأطراف بلدية غيرو على اللسان عمدتها أكدت أن الجزء الأكبر من المسئولية يقع على السكان وأن السلطات البلدية تقوم بعملها لتخفيف وطأة الازدحام المروري قمنا في السنارك بالتعاون مع السلطات الإدارية مع السيد الحاكم جزاء الله أخرى دارنا الشرطة تحت تصرهنا والدور تعودوا لاحظت وحد يعرف ملتقى الطرق سابقا يعني نجيه ذاكي عراء لدخل قد في توسيع كبير ونعلى مستوى بلدية غيرو وهاي المدينة القديمة منها هاي تخطيط قديم ومبدياته واسعي ومبدياته وقه من رأسها ينشوف نهايتها عقبة المدينة كبرت وجاه ياسر من الناس وعادة لا حكمانا قد نقول انه خط الرأس الحركية الاقتصادية الكبيرة التي تشادها مدينة قيرو بظل عدم وجود تخطيط عمراني واضح أدى لمشاكل عدة من أهمها الازدحام المروري وتشويه الوجه الحضاري لمدينة تعتبر ملتقى طرق استراتيجي بالنسبة لولاية الأعصابة يعتمد سكان ولاية الحوض الشرقية على المحاصيل الزراعية الناتجة عن الزراعة المطرية لا سيما فيما يتعلق بإنتاج الحبوب والخضروات والتوابل هذه الزراعة عزة تواجه بعض التحديات بسبب تواضع الوسائل وغياب التأطير الزراعي بحسب بعض المزارعين مع بداية ساعات الصباح الأولى يتوجه الحضرامي نحو مزرعته بإحدى ضواحي مدينة النعمة متفقدا أحوالها ومتابعا لمسار نموها مزيلا عنها تلك الأعشاب الضارة يتحدث الحضرامي عن صعوبات واجهته في بداية مساره قبل تدخل الوزارة المعنية دعما ومساندة لفئة المزارعين في مدينة النعمة قال تعاونية الإصلاح تشتقل من أذماني هون الحمد لله وعندها نشاطها دائما الحمد لله ولا قطت مهلا على كل حال كون ذلك النشاط عدلته وإثر عليه مسألتين ذلك النشاط هو الماء وبالتالي ذلك ينتر الماء الماء مهلا كان بطريقة صعبة لكن ذلك السنة الحمد لله توفر جابونا ملانا من كرم الله وإحسانه وذلك ينتروا كان من المؤثر على التعاونية وعطاتني الدولة جازها خير وعطاتني طاقة شمسية وهذه الطاقة ساعدتني أكثر عندنا بوتيك فاتحين للتعاونية ومستمر بيعه يوميا صيفا وشتاء وخريفا الموفر فيه حامدين ملانا وشاكرين ونحرثوا ذرك حالا ميطرها مية ميطرها انت بين الخريف والصيف نحرثوا مية ميطر الناخير والحنة وبرجين وتماتع وكروت وشو وبتراف وهذا نبدأ بيهم من آخر شي نبدأ بيهم من وسط أكتوبر ونتموا ماصرين وزامنين أو دبريل نخصهم من المنع نخصهم من المنع وفيهم اللي يستدع لنا وهيهم اللي نتموا دابرين معه اللي نطعي حرشك أسمعك وهذه هي أشغلتنا اليوم نطلبوا إلى أدنى قدونا جفروا دعمنا يساعدنا يجاور مبارك صديقه الحضرامي ويشتركان في الحلم ذاته وتحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات التي تستوردها المدينة من خارج ولاية الحوض الشرقي عبدالله يسلم الموريتانية مدينة النعمة والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل ينضم إلينا من مدينة الحوض الشرقي مراسلنا عبدالله واليسلم مساء الخير عبدالله مساء نور عز تحية لك ولمحمد رمين ولكل الزملاء تحية لك عبدالله عبدالله إلى أي حد يتفاءل مزارعون الحوض الشرقي بموسم زراعي واعد على ضوء التهاطلات المطرية في هذا الموسم وما أبرز التحديات التي تواجه مثل هذه الزراعة المزارعون في الحوض الشرقي استبشروا خيرا بالتساقطات المطرية التي شهدتها الولايات هذا العام طبعا بدأوا باكرا في الزراعة الموسمية والتي ينتج عنها عادة ما يستخدمونه من الورز ومن بعض الأمور الأخرى الزراعة التي كنت أتحدث عنها في تقريري فهي الزراعة المروية طبعا تعتمد بشكل كبير على مياه الآبار هذه الزراعة كانت تواجه مشاكل عدة الآفات الزراعية التي لم يعرفها هؤلاء المزارعون التقليديون وكذلك النقص الحاد الذي كانوا يواجهونه نقص الحاد في المياه طبعا نقص الحاد في المياه تم تغلب عليه بفضل سياسة الوزارة التي دعمتهم بطاقة شمسية بما يخص الآفات الزراعية فلا زال المزارعون هنا ينتظرون بفارغ الصبر مد يد العوني لهم من خبراء من مواد تقتل تلك الآفات التي توثروا على محصولهم الزراعي طبعا بعض المزارعين هنا عفواً بعض المزارعين هنا يمويلون السوق بالخضروات وبالتالي دعمهم مهم من أجل مواصلة هذا المشروع الكبير وهو تحقيق حلم اكتفاء ذاته في مجال الخضروات هنا على مستوى ولاية الحوض الشقي إذن عبدالله ولي سلم كنت معنا من مدينة النعمة شكرا لك على هذه التوضيحات إلى شمال البلاد حيث تعيش بعض أحياي مدينة الزوارات نقصا في مياه الشرب جعل المواطنين يلجأون إلى السقايا عن طريق العربات التي تجرها الحمير ما يؤرق السكان في مشكل العطش أنه يتزامن مع ارتفاع مسجل في درجات الحرارة الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى استهلاك الماء نقص المياه الصالحة للشرب مشكلة متجددة في مدينة زوارات تشتد ذروتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه المدينة المنجمية ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة حيث تعيش عديد الأحياء بالمدينة أزمة عطش تتفاوت حدتها من حي لآخر نتيجة الانقطاع المتكرر للماء وعدم شمول شبكة التوزيع لأحياء أخرى شهرين وذلاثة مجبرنا المبوت الشهر والمال يجينا ملح والمقدورة تعرفنا نحن ولحياء الليلة ما عندنا من أعطاشة أعطاشة حتى خارم عرم ما خاصتنا نعملين ما نكذب ما خاصتنا نعملين خاصة شنه يجينا المال بار الماء سمعت مرة يجيب النميه لأشي لمرة قنال فبه مرة ورابين نعطوا نهارين والله سبوعين والله ثلاثة مرة وقاع قطرة يسوشن هي سمعت مرة يجي ومرة مرة وقاع الحقيقة الورانية اللي هذا نعانو منه الليلة أعطاشة ندرة المياه وملوحتها جعلت الكثير من سكان المدينة يعتمد في الشرب على المياه المجلوبة عبر هذه الصهاريج المنتظمة عند نقطة الشرب هذه التي تتم تغذيتها بواسطة المياه المجلوبة من بولنوار هل تروني 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 في القارب هذا يعتمدون أنهم المعتمدين على نحن بشي مطلع إلينا ما يجو الصهاريج جايب من بولنوار بلدية الزوالات كمية تدخل خطر واللقاء وعندلت الشبكة وعندلوا الاشتراكات هل تموالي الكمية التي كانت توصل لحياة شعبية ما تلات عام ما يحب ما انجبرة تراجعت للبلدية ككمية التي كانت عندها في البداية وتعودت تم حالة بالمشاة ولكن الموالي عادت يجبروا الاحياء اللي معبونين معدين اشتراكات يخفف لك من لعب الضغط على البلدية الزوالية وبالتالي صباح هذا كان من بواطن يعرف اللي روية واحدة النظاف أول ما يعرف اللي البلدية يجوك رفدين أبو المهات وهم أبوهم يقال ما ما جابرون إذن هم يدوروا البلدية بيأتي كمس مئة متر مكعابل عند البلدية اللي يخلط فيها الشي ما يخلط قال قلنا احياء إطلاقا عند مولولية ما لحكتهم الشبك احياء الترحيل كافة واحياء ترحيل رقل حي القديم واحياء ستمائة وحدة سكنية واحياء قندها وبعض الأحياء هون المتطرفة قال ما لحكتهم الشبك ولسقاية المدينة يتم تسير كمية المياه المتوفرة وفق خطة تضمن حصول جميع الأحياء على نسبة من الماء بأسعار مخفضة ويتطلع سكان الزوارات إلى حل جدري لمشكل مياه الشرب في مدينتهم لإنهاء عقود من المعاناة جراء ندرة مياه الشرب وملوحتها أحمد معلوم محمد الموريتانية زوارات ولتسليط الضوء أكثر على هذه الوضعية وضعية شبكة المياه في مدينة زوارات ونقص الحاصل هناك نستضيف لكم مباشرة السيد محمد ليحيا مدير الطاقة والمياه بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم أهلا بكم السيد مدير في البداية نبدأ من حيث انتهت تقرير عقود من المعاناة ومشكلة العطش لا يزال ماذلا لسكان ولاية منجمية يعني مدينة مركزية بحجم مدينة زوارات ما الجهود التي بذلت لتغلب على هذه الوضعية حتى الساعة شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى نبيه من رحيم وصلى الله وعلى نبيه الكريم رب يسرح لي صدري ويسل لي من واحد الوقت ثم اللساني يبقاه وقولي سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحاكيم كيف تعرفوا ولاية تير الزمور ومنطقة زوارات بصفة خاصة منطقة وحباه الله تبارك وتعالى كميات معتبرة من المعادن وخاصة معادن الحديث لكنها بالمقابل تعامل مشكلة نقص حاد في المياه وخاصة هذه المياه اللي طبيعيا حلوة هذه المياه الصحة للشرب وهذه كيف قلتوا بالتقرير هي مشكلة قديمة وتفاقمت في الفترة الأخيرة نتيجة تزايد النقص الشاطئ الاقتصادي في المدينة حيث ازداد عدد السكان في المدينة وخاصة عن طريق عن طريق النشاط التنقيب عن الذهب ومن أجل من أجل مواكبة هذه الزيادة في الطلب الشركة الوطنية الشركة الوطنية اللي صناعها الماجن بصفة هي المنتج للمياه المزود المدينة تزوارات بالمياه قامت مجهودات معتبرة من أجل تحسين ظروف ولوج المواطني للمياه الصالحة السيد المدير دعنا نسج بصفة أكثر يعني أكثر تركيز عقود طويلة والوضعية على حالها مياه تجلب من بولانوار تقريبا إلى مدينة الزوارات بشكل يومي لا أي مدى أنتم تعملون الآن على التغلب وإيجاد حلول يعني حلول دائمة مثل جلب المياه من فديرك أو بناء خزانات أو توفير شبكة جديدة ما الحلول العملية لهذه المعضلة شكرا كي قلتو يا مشكلة قديمة الحلول العملية فيها زيادة الكمية وانتظام الكمية اللي جي مبولانوار وبالنسبة للشبكة ما أنا موافقكم الشبكة تم تزويد المدينة الشبكة عصرية تزويد المياه بالمياه الصالحة حجم الشرب سيد المدينة ما انتحدث قبل قليل تحدث عن أحياء بأكملها لا توجد في المياه نهائيا لعله أن يكون هناك تناقض في المعلومتين ما حجم الكمية الموجودة الآن لديكم ما حجم الكمية الموجودة التي توجه يوميا لسيقاية المدينة الكمية الكمية تم زيادها الشريكة صناعة الماجر بدلت جهود معتبرها هذه السنة من أجل زيادة الكمية الموفرة لسكان مدينة تزويرات وخاصة الأحياء خارج أحياء السنين تم زيادة أين الحلول النهائية؟ أين الحلول النهائية؟ أين الحلول النهائية سيد مدير؟ الحلول هو كي قلنا المنطقة تعاني من نقص في المياه الجوبية الشركة الوطنية الإسلامية تواصل مجهوداتها هذه السنة تمت زيادة 500 مركعة للأحياء خارج الإسلام وتواصل رغم أنها عايق ندرة المياه الجوبية بمواصلة تحسين وولوج المواطنين للبيئة الصالحة للشرب وبالتشارك هناك محاولات زيادة في الانتياج وترشيد السيد محمد وليحي مدير الطاقة والمياه بشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنين حدث تنامي مدينة الزوالات شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات تستمر لليوم الثاني على التوالي بمدينة الزوالات فعالية امتحان شهادة ختم دروس الإعدادية على مستوى الشعب الفني وتنظم هذه الامتحانات على جزئين يتعلق أولهما بالجانب التطبيقي في تخصصي الكهرباء المنزلية والصناعة فيما يعني الجزء الآخر بتقويم التلاميذ في بقية المواد المدرسية مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بزوالات في ثاني أيام امتحانات ختم الدروس الإعدادية في جزئها الفني والمهني على أن يخضى المشاركون بقية مواد الامتحان مع زملائهم في التعليم العام مطلع الأسبوع المقبل حيث أوضحت إدارة المدرسة الإطار الذي ينظم فيه هذا الامتحان اليوم عندنا امتحان ختم الدروس الإعدادية اللي يجري في جميع أنحاء موريتاني في نفس النهار على مستوى التعليم الفني أولا بريفر كانت عندنا السنة الماضية كانت تزيد على خمسين بالمئة ناجحينها وهذا سنة نتوقع لأنهم يعودوا العدد أكثر إن شاء الله لأننا نحاولوا دائما بأننا نواقص كاملة لأننا نكملوهم من أجل على أن نوصلوا لنجاح إلى ردهم ولانا يصل إلى السبعين أثمانين بالمئة وتجري هذه الامتحانات في ظروف مرضية حسب المراقبين الذين أشرفوا على تنظيمها إذ أكدوا اتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات في هذا الصدد الأجواء إن شاء الله زينا تبارك الله ما عندهم مشكلة والطلاب إن شاء الله نجاوبين معنا ما عندهم مشكلة الحمد لله والامتحان للمستوى الحمد لله ما ها فهم خلوقات جرى الامتحان في ظروف جيدة حيث بدأ عند الساعة الثامنة واربعة وكان على ظروف جيدة جميع التلاميذ الملتزمين بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والطاغم الصحي وكذلك الطاغم التربوي والطاغم بجاري وعبر التلاميذ الممتحنون من جانبهم عن أجواء سير الامتحان متحدثين عن المواضيع التي قدمت لهم ومدى تطابقها مع المقرارات التي درسوها الأسئلة زينا الحمد لله وين كامل الحمد لله درسنا في السنة الجراسية الحمد لله وبالنسبة للدسة زينا الحمد لله امتحان إن شاء الله كان زينا وصلت الحمد لله كانت منتهى السهولة كامل بات خاضن الحمد لله وإن شاء الله ما فهم استشكال حتى عندنا ومثلت هذه الامتحانات الجانب النظري بعد أن أجرى المشاركون في اليوم الأول الشقة التطبيقي ضمن ورشات منتظمة تقام لصالح مجموعة التلاميذ هذه والبالغة 49 تلميذة وذلك من خلال توزيعهم إلى عدة مجموعات أثناء الورشات التطبيقية وتستمر هذه الحصص التكوينية لتجريب خبرات هؤلاء التلاميذ ومدى استفادتهم من الدروس المقدمة لهم خلال سنة منصرمة عبد الرحمن جدومو قناة الموريتانيا مدرسة التكوين الفني والتعليم المهني الزوارات وبالعودة إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من مدينة الزوارات مجير مكتبنا أحمد معلوم والمحمد مساء الخير أحمد مساء النور أحمد هل من تفاصيل أكثر بخصوص مشكل العطش على مستوى الزوارات وهل لمستم حلولا في هذا الإطار جيد لمسنا أولا حاجة سكان مدينة الزوارات إلى المياه الصالحة للشرب كما ونوعا وذمة لا شك جهود بسقاية هذه المدينة الشركة الوطنية لصناعة والمناجم والشركاء في هذا الموضوع من أجل توفير المياه وتسيير الموجود منها تسيير المحكما ومعقلا حتى جميع سواء تسعو أحياء التي هي خارج تغطية الشبكة كحي ستمائة وحدة وحي الترحيل وحي القمدهار وأحياء أخرى خارج تغطية الشبكة لكنها عن طريق الصهاريج التي توزعها البلدية تخصل على كمية من المياه ثمت أيضا جهود تتعلق بزيادة الإنتاج من خلال بعض الآبار التي يقولون إنهم أنشأوها ويعملون على إنشاء بعضها أيضا لزيادة كمية المياه إضافة إلى المياه المجلوبة من أبو لنوار إلا هي جهود من أجل التخفيذ من أزمة العطش التي تعيشها المقاطعة أو مدينة زورات على الأصح لكن حل المياه مشكلة المياه يتطلب حلولا جذرية تقضي على هذا المشكل القديم المتجد إذن مجير مكتبنا أحمد معلوم المحمد كنت معنا من الزوارات شكرا لك على هذه التوضيحات إلى هذا الحد نشكر باسمكم مشاهدين الكرام زميلة عايشة علي التي رافقتنا في الجزء لأولا هذه النشر المخصص للترجمة باللغة الإشارة عرفت مدينة وديبو زيادة في أسواق الهواتف النقالة ومستلزماتها في ظل التوسع العمراني بالمدينة والتعاش النشاط التجاري محمد لمين وتوفر هذه الأسواق المعروفة محليا بنقاط ساخنة مجالا للبيع والشراء وامتصاص البطالة للشباب العاطلين عن العمل أسواق الهواتف النقالة المعروفة محليا بنقاط ساخنة بدأت تعرف انتشارا عدديا على مستوى أحياء مدينة وديبو مما يخلق فرص عمل جديدة وحركة تجارية بحكم ما تستقبه يوميا من إقبال الشاب الحضرامي ولسيل أحمد من موالد 1984 دخل هذا المجال منذ ثمانية عشرة سنة وهو اليوم يوفر له كسبا حللا مجال بيع الهواتف النقالة أصبح ميدانا لتكسب وامتصاص بطالة العاطلين عن العمل من الشباب ألاف البشر يشتغل فيها وعايش فيها ألاف البشر هون عايش في جنة نقطة ترعي فيها صوشي هون مرتل يبدأ يزقن على ذلك كارو يعطي فيها سبوع والله ذاك يفهم سلكوا إلى معيش اليوم يعد مالشي هون من نقطة نقطة ساخنة من جنس بجنة وبالنظر إلى حيوية هذا المجال وانتعاش حركيته تعددت الأسواق داخل محاول المدينة في ظل التوسع العمراني وزيادة التي تعرفها هذه المرصة وعدل 2018 تلفونات ومرصة زينة إن شاء الله مستفادي منها الشباب الحذر لله وشتغلوا فيها ياسم من الشباب إن شاء الله النمروات عادت ياسم من التجار شايف عنها إنها عادت لا بدلها من الأسواق لأن سكانها أكثر عادت تسحافة شور النمروات نظرا لأن الناس لأن الناس السكان أكثر عادوا له في النمروات وبالتالي ذلك ملي ظاهر لأن من شاء الله الأسواق من عادت ياسرة أسواق الملابس أسواق الهواتف وذلك ملي السوق من شاء الله تبارك الله السوق بل ملي استراتيجي في وسط المدينة وهكذا تستقطب أسواق الهواتف النقالة يوميا الباحثين عن اقتناء الجديد أو استبداله أو إصلاحه وهو ما يجعل هذا القطاع أحد أو جهل نشطة التجارية والاقتصادية التي تتأثر بالمواسم في نشاط يعد هو الثالث من حيث المردودية بعد الصيد والمعادن على مستوى المدينة نظرا لحجم الاستزمارات الموجودة فيه يشكل احتلال الساحات العامة والشوارع مظهرا من مظاهر العاصمة وكشوت التي تشهد من حين لآخر بعض أسواقها وأماكنها العامة تجمعا للباعة والسلع المعروضة دون تخيص هذا ويقول المسؤولون في بلدية الاكسر أنهم يواجهون هذا التحدي من خلال استراتيجية لمنع توسعه في ظل إصرار البعض على مواصلة احتلال الساحات العمومية داخل أريقة هذا الحي بالاكسر تختفي الساحات العمومية تماما بسبب توقيف هذه السيارات أمام ورشات التصليح ما يجعل المنظرة يخل بالمشهد العام للمقاطعة التي يعاني أصحابها من احتلال الساحات العامة والشوارع بالنسبة لإحتلال الساحات والشوارع في الكسر وفي الواقع شرط بصفة عامة ظاهرة حضرية تنبيع عن الاختلال الحضري الواقع في تسهيل المجال الحضري لأن السلطات المسؤولة عن تسهيل المجال الحضري الله تعود يجب أن تتدخل وأن تمارس سلطتها ونفوذها من أجل أن تقوم بتسهيل المجال الحضري بتسهيل أحسن لا شك أن مقاطعة الكسر من أكثر المقاطعات تضررا من هذه الظاهرة نظرا لوجود ورشات التصليح بكثرة في هذه الشوارع خاصة وأنه لا يوجد تنسيق تام يخصص مكانا لهذه الظاهرة فأصبحت بالتالي هذه الظاهرة بكل إبعادها موجودة ومتشرة في الشوارع في البلدية لا تمنى أن تعدى الحاملة وتحوز على الناس وتسبالك تصوح البقاج وتصوح الواتف وتصوح الواتف وتصوح الكامل ولا من يتعطي أسبوع يبقى ذا ما هو خالق يرجع الرواية أخرى يرجع أكثر من الكام المشكلة ما هو تعداله حال المشكلة ما هو حاملة حالة المشكلة استمراريتها وسبيلا للتقليل من هذه المشاهد التي تتكفر بشكل مستمرة رغم قيام بلدية الكسر بحملات سابقة تحكيف البلدية على إنهاء هذه المسلكيات المشينة بالقيام بحاملات جديدة أكثر صرامة منذ يقبل استراتيجية المربعة النظيفة التي طالق بلدية الكسر هي استراتيجية منتهى الأهمية ولاحق وقتها لأن للأسف الشديد الوضعية الآن التي تعيشها المقاطعة وتعيشها العاصمة نواكشوت ومقاطعة الكسر بشكل خاص هي وضعية للأسف الشديد مزرية وضعية احتلال الساحات العمومية التي غريب والتي مشين في مدينة وعاصمة دولة كيفها نواكشوت يعني آن الأوان لأننا نتنقبض المقاربة حقيقية وواقعية تدير نواكشوت وتدير مقاطعة الكسر ووصفها النواة الأولى لنواكشوت تديرها في الوضعية المناسبة لها احتلال الساحات العمومية تصرف غير مدني وتصرف مشين والبلدية في إطار هذه الاستراتيجية والمقاربة جديدة لقابلة استراتيجية ما الهدف فيها ما هو الإضرار ما هدفنا الإضرار والهدف فيها أيضا ما هو ربحي الهدف فيها تنظيمي أساسا لأن احتلال الساحات العمومية غير مسموح به نهائيا التوقف في الشوارع وقليقها غير مسموح به نهائيا وبين التوقف العشوائي واحتلال الساحات العامة يأمل سكان الاكسر أن تنتهي هذه المظاهر غير الحضارية التي هجرت الكثير منهم إلى مناطق أخرى بسبب هذه الفوضوية العارمة السيد المحمودي للمريتانية من أنباء الغيث في هذه النشرة غادت شبكة الاتصال للإدارة بوزارة الداخلية واللمركزية أن مقايس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية تهاط لكميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد محمد لمين توزعت هذه الكميات على النحو التالي ترجمة نانسي قنقر في السياق آخر فادت لجنة تسيير الطوارئ ناتجة عن التساقطات المطارية في مناطق الداخل بحصيلة للأضرار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية فيما يتعلق بوضعية نهري قد سجل منسوبه ارتفاعاً وانخفاضاً وذلك بنسب متفاوتها أصدرت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ حصيلة للأضرار الناجمة عن التهاطلات المطرية في ولايات الداخل واقتصرت الأضرار المسجلة في يوم الخامس والعشرين من سبتمبر 2020 على ولاية الحوض الغربي حيث سقطت سيدة في بئر غمرت المياه في قرية بوجدور ببلدية جوك الزمال التابعة لمقاطعة كوباني كما سجلت وفاة رجل غرقاً في قرية جريه ببلدية العوينات التابعة لمقاطعة تامشكط وقطعت السيول القادمة من مالي الطريق الرابط بين عينفربا ومركز الطويل بمقاطعة الطينطان كما أصدرت اللجنة ضمن نشرتها اليومية خريطة حول وضعية النهر في مناطق الضفة ففي منانتالي وصل ارتفاع منسوب مياه النهر في يوم الرابع والعشرين مائتين وثمانية أمتار فاصل الصفر أربعة بينما وصل في يوم الخامس والعشرين إلى مائتين وثمانية أمتار وعشرة سنتيمترات وفي مدينة تيفوندسيفا وصل منسوب مياه النهر يوم الرابع والعشرين ثمانية أمتار فاصل الصفر ستة واستقر عند ذات النقطة في يوم الخامس والعشرين وفي مدينة روسو بلغ منسوب مياه النهري ثلاثة أمتار يوم الرابع والعشرين بينما وصل في يوم الخامس والعشرين إلى ثلاثة أمتار فاصلة صفر ثلاثة وبمدينة لكصيب اذنين وصل منسوب مياه النهري يوم الرابع والعشرين أربعة أمتار وسبعة وثمانين سنتيمترا بينما ارتفع في يوم الخامس والعشرين إلى أربعة أمتار وواحد وتسعين سنتيمترا وبمركز قرية الإداري بلغ منصوب مياه النهر 8 أمتار فاصل 58 سنتيمترا في يوم الرابع والعشرين بينما انخفض منصوبه في يوم الخامس والعشرين ليصل 8 أمتار وتسعة وأربعين سنتيمترا وبمدينة كيهيدي وصل منصوب مياه النهر 11.55 سنتيمترا في يوم الرابع والعشرين بينما وصل ارتفاعه في يوم الخامس والعشرين 11.57 سنتيمترا وفي سد فوم لقليتا وصل ارتفاع منصوب مياه النهر إلى 35.50 سنتيمترا في يوم الرابع والعشرين بينما انخفض في يوم الخامس والعشرين ليصل إلى 35.48 سنتيمترا وفي وادي قرقل بلغ ارتفاع منصوب مياه النهر في يوم الرابع والعشرين 11.45 سنتيمترا بينما بلغ في يوم الخامس والعشرين 11.51 سنتيمترا وفي مقاطعة بوكي وصل ارتفاع منصوب مياه النهر في يوم الرابع والعشرين إلى 7 أمتار فاصل 2.30 سنتيمترا واستقر عند النقطة ذاتها في يوم الخامس والعشرين وفي جامع ذبت ارتفاع منسوب مياه النار في يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين إلى متر وثلاثة وخمسين سنتيمترا نهاية النشرة وأنا أعتذر لكل ضيفين الكريمين الذين قطعوا الاتصال بهم نتيجة لرداءة الإنترنت إلى التذكير بالعلاوين وزير المياه والصرف الصحي يودي زيارة تفقدية لرسول الوقف على حالة الصرف الصحي ويوصي بمواصلة العمل لشفط مياه الأمطار وزير التشغيل والشباب والرياضة يعلن من لبراك أن انطلاق استراتيجية المهمة للتشغيل تضع في أولوياتها الشباب الأكثر هشاشة وزارة الصحة تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بكوفيد 19 وشفاء 18 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمكانكم مشاهدي الكرام وتابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلتقونا بمحمد المينو العبد الودود الساعة الثانية عشر ليلة في عرض إخباري أخير إلى ذلكم الحين هذه التحيانة جميعا السلام عليكم تبقي تجمل خدمة توفر لك جميع احتياجاتك خدمة التلفين على هلاك وصحابك وتكونكتين منها وتمشي اس ام اس وتتصل على الخارج عرض من التلفين الجديدة جراتي كل شي فيه كل شي التلفين على الداخل والخارج إترنت واس ام اس ذي كامل بخدمة واحدة وبطاقة تعبيقة واحدة عند كل استخدام الوحدة من هذي الخدمات يتم تحديد الخدمة تلقائيا يك تستمتعوا بالمزايا اللي فيها يك تشقل خدمة جراديو كتشي يهد دخل نجمة واحدة ثنين ثلاثة نجمة رقم كارت عشرة عشرين ثلاثين خمسين والله مليون نجمة تسعة مربع موريتل عالم جديد بين يديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة